اهلا بحضراتكم من جديد ويبقى الاهل دائما هو الزعيم الكلام ممكن يتقال من باب الاهل شايف نفسه كده او قناته شايف حجم الاهل وقيمته كده او جمهوره ومحبيه اللي بيتصله وغير اللي بيتصله حاسين بنفس القيمة لكن لما هذه القيمة وهذه المكانة يتم تسجيلها بشكل فعلي عمليا من خلال حجم الاهتمام العام بالنادي الاهلي ورموزه ونجومه وشؤونه وأحداثه يبقى هو ده المقياس العملي والعلمي في نفس الوقت يبقى الناس اللي بتتكلم على حجم شعبية النادي الاهلي تتأكد من كلام حقيقي بص يا زرز المكانة اللي احنا كانت شغلانة احنا يعني حنقدر بص مرار نطور المنشآت ونجدد ونعمل دي كورات ورايح عضاء بص مرار لكن المكانة دي لو راحت حنرجحها ازاي هي المكانة مش المكان المكانة مش المكان والخبساء من خصومنا حبوا ينخواروا في هذه المكان الى انشاء القدر فهما لازم يفهموا لاني فيه النادي الاهلي هناك من يحميه مش بس بعض الناس اللي موجودة وعيشها دلوقت دورات جيش دلوقتي اصبح فاهم يعني ايه زي المكانة من الشباب والجماهير والاعضاء من ولد انا شفت اكبر عدد من الشباب في الجامعية العمومية العمومية بتاعت الاهل في التحبات صحيح صحيح والله كلهم اقول يا ابن تاليك صوت يقول لي اه بس انا عمري ما انت خبت ولا كانوا يهتموا ايه هما دول حماة الاهلي بقى ايوه هما دول حماة الله بس الاول بصرهم بالتاريخ اللي خليمة شعبطه فيه اه وعشان كده احنا جايبين فقرة النهاردة للشعبط محرك البحث الاكبر والاشهر جوجل لما يقول انه كابتن محمود الخطيب وانتخابات الاهلي حظية بالاهتمام الاكبر والترتيب الاعلى في الفترة اللي فاتت شوفوا بقى حجم الاهتمام وانا بقول لكم لما ييجي بين الشخصيات محمود الخطيب الاعلى اهتماما في محرك البحث جوجل بعد من بعد منه الفريق احمد شفيق واحمد شفيق من خلال الصخب والجدل اللي اثاره صحب عودته عودته وتصرحاته وتصرحاته وكل معلوم ناسكت مهتمية بالحقيقة لكنه حتى ده مع هذا الصخب الشديد اللي اثاره ما تعداش حجم الاهتمام الشعبي بالكابتن محمود الخطيب ظل الخطيب رقم واحد في محرك البحث جوجل مين الناس اللي اهتمت بالبحث عنه مين اللي اهتمت بمتابعة شؤونه مين اللي ركزت في انها تتابع اخباره هل متابعة اخباره متابعة اخباره الظبط اه فكان محمود الخطيب هو الاول زي ما كان انتخابات النادي الاهلي هي الحدث الاعلى بين كل الاحداث على مدار السنة يعني ايه اهم حدث الناس كلها تتابعوا على مستوى العالم ارعد كاس العالم اخدوا بالكم دي مش بتاعة اليومين دول ده انت بتتكلم فيه 2017 فتيجي فخلال 2017 حدث انتخابات النادي الاهلي كحدث شعبي كبير مهم يجي في المرتبة التانية بعد قراءة كاس العالم اللي العالم كله بتابعه اللي العالم كله بتابعه وكل الناس مترقباها فييجي خلي بالا انتخابات النادي الاهلي كبير من العالم كان بتابع هذه الانتخابات صحية طبعا وانت بتتكلم على محرك بحث حول العالم اه وتيجي جنازة الفنانة شادية برضو كفنانة كبيرة جدا فقدانها بالتأكيد اثر عند كل الناس تيجي في المرتبة التالت بس دي بصوا حجم الاهتمام الشعبي لحدث يمثل انتخابات النادي الاهلي لشان كده لما كنا بنتكلم على انه انتخابات بهذه القيمة وهذا التأثير وهذه الاهمية كانت تستحق تأثير تأثيرات اكتر لأ ده حدث شعبي اديكوا شايفين انه محرك بحث ازاي واضحها في حجم الاهتمام الشعبي الكبير ده النادي الاهلي ودي مكانت رموزه وده حجم شعبيته عشان اللي بتكلم على انه حقوق رعاية النادي الاهلي تبقى كام وكانت كام يبقى عارف الناس بتتكلم على ايه مفيش لا قالوا الاهرام كان بيجامل الاهلي طلع ان عقد الصلة زاد كتير على اللي كانت الاهرام بتديه للنادي الاهلي فقالوا لا ده الاهلي كان بيجامل الاهرام طب وماذا عن العقد الجديد وماذا عن العقود اللي جاية وهكذا الناس عايزة تقول اي حاجة غير الحقيقة اللي هي شعبية النادي الآلي بيعة أوي حجم وقيمة النادي الآلي في السوق هي الأعلى السوق يا أستاذ إبراهيم وخصوصا في مجال التسويق والإعلان والإعلام بيرهيد بيحسبوها بالرأس كم واحد بيتابع الشيء الفلاني بيتصنف بعدد المهتمين به فلما فوربس تطلع لك هذه الإحصائيات يبقى منطقي أن الأهلي والأعلى قيمة تسويقيا وإعلاميا وتلفزة وكل حاجة طيب فوربس بقى موقع فوربس يطلع الأهلي هو الأقوى بين 25 نادي عربي يعملوا قيمة خلال 2017 بمناسبة أنه 2017 كان عام الكرة العربية ويكفي أنه لأول مرة في التاريخ خلال هذا العام تتأهل خمس منتخبات أربع منتخبات عربية لكأس العالم السعودية ومصر وتونس والمغرب فيبدأ الاهتمام بتصنيف الأندية العربية فيعملوا قيمتين في العالم العربي أقوى 25 نادي خلال 2017 وأقوى 10 لعبين عرب لكرة القدم في 2017 فييجي النادي الأهلي في المرتبة الأولى يعد تاريخيا زي ما قال عنه فوربس من أنجح الأندية في العالم العربي كما فاز ببطولات محلية ودولية هو الأكثر من أي فريق آخر في القائمة بالإضافة إلى تصدره في موسم 2016-2017 بطولتين الدوري والكاس في مصر وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا تونس ومصر والسعودية بتمتاز بأقوى 3 بطولات دوري يعني حتى الدوري المصري اللي الناس بتشكك فيه شوفوا ترتيبه خارجيا بيجي إزاي إنه يعد مع الدوري التونسي والدوري السعودي الخمس فرق الأولانين مين يا صدق المعبودة عندك؟ أه هقولك محمد صلاح من مصر احتل المركز الأول طبعا بالنسبة للنادي الأهلي الأهلي الهلال السعودي جاء في المركز الثاني كأقوى الأندية العربية ثم الترجي التونسي ثم النجم الساحلي والأهلي جدة السعودي والزمالك السادس والأفريق التونسي السابع والوداد البيضاوي المغربي الثامن والهلال السوداني التاسع والمريخ السوداني العاشر دول العشر أندية أولهم الأهلي وأخرهم المريخ السوداني من مصر دخل في القيمة المصر المقصة الـ 22 والمصر البورسعيدي في الترتيب الـ 24 مين أحسن لعبها بقى؟ محمد صلاح أفضل لعب عربي في 2017 اخترته مجلة فوربس السناء المصر محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في ليفربول والأرسنال على الترتيب تصدر قائمة أفضل عشرة لعبين عرب محمد صلاح اللي سجل 18 هدف مع ليفربول بجميع المسابقات سواف الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا حتى الآن هو الرقم الذي لم يحققه أي لعب آخر في ليفربول وجاء في صدارة قائمة أفضل اللعبين العرب لعام 2017 بينما جاء محمد النني في المركز الرابع المجلة قالت أن محمد صلاح هو اللعب العربي الأفضل في 2017 على مستوى العالم على مستوى العالم ويا رب فالو عليه الكمال يعني الصلاح لسه واخد جايزة البي بي سي وبينتظر بإذ لا تعالى 4 يناير الجايزة الأهم الحزاء الزهبي كأحسن لعب في أفريقيا من خلال جايزة الاتحاد الأفريقي فإنه هو يتم اختياره كمان كأفضل اللعبين العرب وأفضل اللعبين العرب فيها ميزة نوعية شوية أنك بتكلم على آسو أفريقيا فبالتالي دي بتبقى قيمة مضافة بالضبط فبتبقى قيمة مضافة احتل السناء الجزائري ياسين إبراهيمي وفوزي غلام المحترف في بورتو البرتغالي ونابل الإيطالي المركزين الثاني والثالث والمغربي حكيم زياش لعب آيكس أمستر دام الهولندي جي في المركز الخامس ده بحسب اختيارات فوربس والطريقة اللي احتسبت بيها نقاط زي قدرت تعمل منهجية ثابتة لتصنيف الأندية من خلال نقاط ادتها لعدد مرات الفوز وعدد مرات التعادل ودت نقاط لمستوى المسابقة المحلية في تليفن الهاتف يا سيد إبراهيم اشتركوا في القناة